وصلنا الى سؤال اسقاطات كلمة او ينطيك مجموعة كلمات فوق تنزلها بالفراغ المناسب تسقط الكلمة في الفراغ المناسب ولذلك سمي اسقاطات اوكي احنا شرحنا unit 1 و unit 2 كل اسئلة الوزارية هنا شوية ناخد break فرح نشرح بي رح تقول مسرح فنشرح بي الاسقاطات والاملاء والكذا وراها نرجع لل نكمل unit 3 وراها 5 6 7 وهكذا نكمل الكون مادة اوكي ولو هلايام يعني واقعين ذاقب السادس يعني تحمل هنا بقية المراحل يلا اول شي نقرأ الكريمات نقرأها بصورة جيدة ومرتبة ودقيقة أنا بد نعرف او نحاول انو نعرف معناها نستذكر معناها qualification مؤهل librarian عجاية من library مكتبة librarian امين مكتبة او مسؤول مكتبة course fees رسوم الكورس او رسوم الدورة valid صالح يشتغل يعمل دائما تطلق على الاشياء وتجي دائما انتم بمادتكم مع البنك والكارتات مع البنوك هيتشالات hertz من هذا وجود اس الشخص الثالث هذا فعل يؤذي يؤذي دائما مكانه بعد الفاعل مباشرة sneeze يعطس حلو هسا رح ناخذ اول نقطة my back ظهري my back ظهري صفة تملك back hertz يؤلمني all the time كل الوقت it only feels okay when i'm lying down فقط اشعر بتحسن عندما اتمدد i'm afraid your card is no longer valid انا اخشى انه الكارت مالتك لم يعد صالحا i'd like to train انا ارغب انه اتدرب ك a librarian كامين مكتبة because i love books and library لانه انا احب الكتب والمكتبة you have to pay your course fees يجب ان تدفع رسوم الدورة in advance مقدما when i left school عندما غادرت المدرسة i had few qualifications كان عندي قليل من المؤهلات but i got a good job لكنني حصلت على عمل جيد after taking بعدما اخذت a computer course دورة computer اذا النقطة الاولى اللي تسويها واللي تنتبه عليها انه انت هاي الكلمات لازم تحفظها لازم يكون عندك حصيلة باللغة الانجليزية تعرف تقرأ تعرف تفتهم تعرف ترجم على ما تقدر تحل سؤال السقاطات تقدر تحل سؤال قضعة خارجية فاهتم بمعاني كلمات اللغة الانجليزية سؤال الثاني اللي يجى ايضا تمهيدي 2014 احنا اليوم رح ناخذ فقط سنة 2014 الدرس القادم رح يكون 2015 لانه كل سنة هي اساسا بها هوايا اسقاطات فعلى ما دي يكون الفيديو قصير انا اول شغلة تجي على الكلمات تحاول الترجمها problems حلو هاي تعرفها مشاكل اوكي اكو ناس تخرب على المشاكل فاكيدوا اعرفوها twisted twisted التوت التوت هاي بالموجودة هلا يشوف الكلمات twisted و sore مليونة وان مشاكل الصحة الثانوية sore sore throat اللي هو التهاب الحلق والله اهنا انا اوين جاية لا اهنا انا ما جاية we are sore throat جاية my eyes are sore عيني متورمة او ملتهبة designer اللي هو المصمم design تصميم designer مصمم materials مواد cursed guard هذا الجميل العلوي هو اكو غيره خفر السواحل نقطة ثانية يلا النقطة الولاة my eyes are sore عينيه ملتهبة متورمة from the chemicals in the pool لانه كان يسبح بالحوض والحوض ب مواد كيميائية فعيني ورمت coast guard خفر الساحل الجميل العلوي heard حلو شوف heard بمعنى سمعة اذا سويها مضارع نشيل الد شو رح يكون لفظها here here لكن بالماضي heard here مضارع heard بالماضي سامعة طارق طارق صرخات طارق بالمناسبة يعني هيت ملاحظة مباتي يجي السؤال يقول لك ليش كان طارق اي عن قطعة زي طارق ليش كان طارق يصرخ فاكو ناس يدقول لي انه عض السمك القرش وكو ناس يدقول لي انه فقد الكثير من الدم وكو ناس يدقول لي انه كان خائف بديت اللحظة للملاحظة كل الاجوبة هي صحيحة كل اكو اكو بعض الاسئلة بالقطع الاستيعابي تتقبل اكثر من جواب او كل الاجوبة اللي هس انت طرحتها هي صحيحة فاي واحد تطرحها من عدن هي بالامتحان الوزاري ستاخذ عليها درجة صحيحة وطبعا ما اكو بعض الاسئلة ما تتقبل هيش احتمالات يعني هو جوابها واحد لكن هجبناها كمثل على صرخات طارق النقطة الثالثة The stress of modern life التوتر بالحياة الحديثة can cause ممكن ان تسبب severe problems مشاكل عدة ما ادري انا اتوصرتكم مشاكل عدة من التوتر بالحياة الحديثة يعني الحياة اللي انا عيش هالان لو عادي ريليكس والله كتبونا I twisted my uncle التوى كاحلي in playing football في لعب كرة القدم ايضا هذه unit one unit one unit one هنا نجدت عليها نقطتين فهاي مشاكل الصحة الثانية ويركز عليها تجيب الاسقاطات هواية I am the designer انا مصمن and rachid does all the marking وراشد يعمل كل الامور التسويقية بس هي الامور التسويقية المفروض marketing وليس marking المفروض هي marketing الامور التسويقية natural resources المصادر الطبيعية هاي مين هذا السؤال الجاي من lesson one unit eight اللي هو اليونت الثامنة المحذوف فقط lesson one داخل من عنده ايضا ننزل عليها فيديو بالقناة تابع natural resources المصادر الطبيعية are materials هي مواد that are found in nature موجودة في الطبيعة نقطة رقم واحد you have to take يجب ان تاخذ two of these pills حبايتين three times a day ثلاث مرات باليوم wind الريح is a renewable source الرياحية مصدر متجدد of energy للطاقة ايضا هذه اليونت eight lesson one most smokers معظم المدخنين take up the habit يبدأون العادة عادة التدخين of smoking when they are teenagers لما يكونوا بعمر المراهقة i wasn't a good tour guide لم اكن مرشد سياحي جيد because i didn't speak enough languages لانني لم اكن اتحدث لغات كافية طبعا هاي الجملة يعني حقيقة موترتني يعني هو المفروض للشخص يتعلم لغة واحدة بالاضافة الى لغة الام الام يعني انت لغتك العربية تضبط وياها الانجليزية دائما يقولون هنا enough language يعني كم تريده كم لغة يتعلم يعني سبعة ثمانية عشرة شعنده هي وحدة بالاضافة الى لغته ويظل يترجم يتعلم التركية بالاضافة الى العربية يكون مترجم في اسطنبول تسوى الدنيا مو Being able to read body language انه تكون قادر على قراءة لغة الجسد is vital مهم جدا for good social communication من اجل تواصل اجتماعي جيد الصفحة الاخرى والاسئلة الاخرى tour guide مرشد سياحي bleeding ينزف vital بس قلناها قبل شوية هذه مهم جدا broken مكسور title عنوان obey يطيع she can't play tennis هي تستطيع لعب التنس she has broken her right arm قد كسر ذراعها الايمن drivers السائقين must obey the speed limit يجب انه يطيع السرعة المحددة my sister اختي is a tour guide هي مرشد سياحي she takes tourists هي تأخذ السياح sightseeing in London everyday لتريهم معالم المدينة في لندن كل يوم what is your title ما هو العنوانك يعني اش اصيح لك is it mrs هل هو سيدة miss آنسة or doctor or doctor it was a very deep cat انه جرح عميق جدا and it was bleeding a lot وهو ينزف بشدة والله كلمات حلوة ومرتبة كل ما عليك انه يجب انه تعرف شون تلفظها وتحفظها وتكررها بصورة يومية راح تفيدك طول حياتك آه جماعة الخامس يعني اقول جماعة السادس اللي يمتحانهم قريب هسه ربما انه ما عندهم ذاك الوقت الكافي بس جماعة الخامس اللي هسه يعني سنة الدراسية القادمة يجب ان تعرفها لفظا وفهما ومعنى ignition بس اقول لك شنو ignition بالضبط شايف هذا الجوزم السيارة هذا اللي يحط بها المفتاح ويشغل هي هي سموها ignition مشعل تشغل السيارة مشغل ignition هاي المكان اللي تخلي بيه المفتاح بس اريدلها فت كلمة يعني هاي الكلمات مشعل مشغل بس شو مطاخة يعني مطاخة بالدماغ بصورة صحيحة ignition مشغل Freelance اللي هو اللي يشتغل بصورة مستقلة مستقل withdrawal سحب سحب قضايا متعلقة بالبانغ engineer مهندس uncle كاحل skin باع هنا كلمتين جتك من اليونتوان اللي هي المشاكل الصحة الثانوية uncle كاحل skin singled there must be a mistake in my statement يجب ان يكون هناك خطأ في البيان أو التقرير اللي جاي من البانك I didn't make this withdrawal آني ما سويت هذا السحب يعني ما سحبت هاي المبلغ من المال I twisted my uncle playing football التواكاح اللي بينما كنت على كرة القدم Don't leave your keys هنا نجاية هاي داع منوية المفاتيح Ignition لا تترك المفاتيح عند Ignition في المكان المشرفل مع السيارة يعني تنزل من السيارة طب في وشي المفاتيح حطها بجيبك يعني يعني هو بقواهد يخلي المفاتيح في 2022 بالإغنيشن يعني مستحيل هاي الكلمة دائما تيجي معك The skin on my legs الجلد الموجود بقدمها is very dry جدا جاف She pays money هي تدفع المال from her regular freelance من عملها الغير منتظم المستقل الغير منتظم regular freelance work عملها المستقل الغير منتظم Into the couple إلى الزوجين السؤال الآخر Frightened مرعب Not one Tourists سياح Painkillers أوكي Painkillers دائما شبه ببرستول اللي هو يأخذه على مودفنوا مضاد للآلام Properties Register يسجل competitive منافس alerted أنذرة نبّيها You can register your computer skills يمكن أن تسجل بمهارات الكمبيوتر By taking an evening class أن تأخذ الدورة المسائية We were very frightened كنا جدا خائفين When our car broke down عندما سيارتنا تعطلت In the desert في الصحراء Cartina is an ideal place ومكان مثالي اللي هي هاذي For tourists للسياح Who won't acquit ليريدون هدوء The missing property has been found We offer نحن نعرف A competitive salary راتب منافس And excellent terms and conditions وظروف وشروط ممتازة I've got a terrible headache عندي وجع راس رهيب Can I have some pain killers هل يمكن أن أأخذ بعض مضادات الآلام آخر اثنين Sneeze بصدق مجهد بوث غرفة أثار أقدام يستبدل نحتاج أنه نستبدل الأشجار التي تقطع دائما أعطس عندما أضع عندما أضع الفلفل على طعامي يقصد به الفلفل حار Footprints آثار الأقدام can tell you يمكن أن تخبرك What type of shoes أي نوع من الأحذية A thief was wearing ألس كان يرتديها I can honestly أستطيع بصدق Say أنه أقول That it was the best holiday I ever had أنه كانت أفضل عطلة أنا قد قضيتها A booth is a box A booth هي صندوق Light room تشبه غرفة Where interpreters work مكان عمل المترجمين يقصد به المترجمين فوريين السؤال الأخير Installments اللي هي الأقصاد Allergies حساسية enhance تحسن Buried يدفن Luxuries فخم literal حرفي People take computer courses الناس يأخذون دورات في الكمبيوتر To enhance ليحسنوا Their skills مهاراتهم In computer في الحاسوب Waste المخلفات is either burnt إما تحرق or buried أو تتفن The monthly installments الأقصاد الشهرية are not very high ليست جدا عالية since the car is not new إبما تكون السيارة غير جديدة It's really luxuries إنه حقا فخم To stay in a five star hotel أن تقيم في فندق خمس نجوم literal translation الترجمة الحرفية Doesn't always convey the sense لا ينقل دائما المعنى وبهذا نكون خلصنا أسئلة الإسقاطات اللي جدتي 2014 الفيديو القادم سيكون حول أسئلة الإسقاطات عن 2015 أكو بيها كلمات معادة وأكو بيها كلمات جديدة فانتظروني في الفيديو القادم مع السلامة موسيقى موسيقى